السلام عليكم معكم حسن دريوش من تيتوان نحكي لكم قصة على قطعة هذا الأرض جاءت في تيتوان في شارع محمد الخامس دينا لنعمل للوالد كانوا قاعدنا على المشكل مع شئ ناس اللي كانوا كاريننا وهذه الناس هذو ما تقلوا ملكة الوالد الوالد عنده رخصة ألف وتسعمية وستة واربعين والوالد توفى في سبعة وتسعين ونحن كنا مشابرين المعمل من تسعين تسعين شبرنا الوارات شبروا المعمل والوالد مات في سبعة وتسعين ألفين وخمسة جاء ودعونا على الناس موانين الأرض دعونا في المحكمة البتدائية والسينف وحكمت لهم المحكمة بنخرجوه وجاءت القوة وخرجونا من المعمل والمعمل حجزو الماتريال اللي فيه ما برينا شين هو الزوق اللي ما برينا شين هو الزوال الماتريال اللي في المعمل وباش حكموا علينا هما باللي قالوا سياد الناس هادوما هبطوا على هاد المعمل هبطوا لكرا ما كراو ما ولو هبطوا على المعمل صحة ودخلوا عليه عملوا المعمل من اللي حكموا علينا وخرجنا من المعمل طلعنا احنا الورطة طلعنا النقد والإبران في الرباط طلعنا وعملنا الدعوة في الرباط وحكمت لي صالح لنا أنا رجعوا احنا للمعمل والتعويضات وهد الناس هادوما من اللي من اللي تحكمت في الرباط ورجعنا احنا يا هدنا شن عملوهما من اللي تحكموا الحكم حكمنا وربحنا الدعوة جاونا الارض من المعمل جاوا بالتراكس وطيحوا واه طيحوا المعمل وخلوا المعمل وطيحوا في الارض وجابوا الكاميونيس هزوا المسائل تم كل شيء خلوا الارض ما كي إلا معمال لغيح بقينا معاهم احنا في الدعوة دابت قيبا 16 عام وحنا معاهم في الدعوة ما كي نوالو ما خلينا فينه مشينا الناس جاوا هد الناس هدو شن عملوه باعوا ديك القطعات الارض نشينا 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 واحد شركة مولاها من تطوان باعوها له ديكسيد محروف كي يشغل الارض فيهم المشاكيل شغى ديك القطعات الارض وبدأ كي يبني في العمارات وحنا قول ورق في دناد الأحكام أحكام النقط والأحكام الابتدائية وستينا في نائم اللي يرجع الميلة من النقط قاونا في الدناد وأينا ما نجري وما خلينا ما نجرينا بالمحامي وهذه وهذه فيما دقينا ما كي نوالو هد الناس هدو ما عملو عملو حقي يدهم بيدهم ما كي اعترفوا بتا واحد كي يعملو اللي براو اللي رش قاتلو كي يعملو وما كي يحكموا في كل شي هالورق في الدناد وما كي ينوالو تابا كنطلبوا نجريات الماليك هو اللي غادي يقدر يوقف معناه واتش اللي كرينو طلبوا الله الخير اشتركوا في القناة